بدأت مصر في التعامل بكل حكمة وثبات مع الأزمة السودانية حيث وظفت مؤسساتها للتعامل معها فضلا عن التحركات الدبلوماسية في محاولة لاحتواء الموقف المتصاعد ووصلت مصر بذل أقصى الجهد لتحقيق التهديئة وحقن الدماء ودفع مصاري الحل السلمي ودعمها الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه المزيد في سياق العرض التالي أهلا بكم صراع سياسي في السودان الشقيق يتفاقم يوما بعد يوم لم تنجح المبادرات الدولية لإنهاء الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهنا يتجلى دور مصر الفاعل والقوي والذي يأتي في إطار ريادة القاهرة ودورها الريادي المعهود في القارة الواعدة وتمسكها بمبادرة إسكات البناظق تلك المبادرة التي تبنتها الدولة المصرية في فبراير من عام 2019 لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة الإفريقية في القاهرة يأتي اجتماع دول جوار السودان والتي تشمل مصر وليبيا والتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وأثيوبيا وإيرثريا لبحث حل للأزمة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الوهلة الأولى بدأت الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة بكل حكمة وثبات مع الأزمة السودانية وضفت مؤسساتها للتعامل معها فضلا عن التحركات الدبلوماسية في محاولة جادة لاحتواء الأزمة مصر ترجمت حيادها تجاه الأزمة على أرض الواقع وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الطرف الآخر وذلك من خلال تواصل المسؤولين المصريين مع طرفي الأزمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تأكيداته بأن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة دون التدخل في شؤونه الداخلية الرئيس السيسي أكد كذلك على أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولوية التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها الأزمة السودانية جاءت في وقت تتزايد فيه الأزمات في المنطقة والعالم أجمع بداية من وباء كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيات ذلك على دول العالم المتأثر اقتصاديا مع تفاقم الأزمات الأمر الذي جعل من الضروري إنهاء الصراع في المنطقة وهو ما تسعى إليه القاهرة تمثل الحرب الدائرة في السودان أحد أهم التحديات الإقليمية بالنسبة لدول الجوار السبع بما ينعكس هذا الصراع عليها نظرا لأن انهيار السودان سيضعف من دول الجوار فور نشوب الحرب في السودان كانت مصر العون للدولة السودانية الشقيقة واستقبلت الضيوف والأشقاء وقدمت لهم جميع الخدمات فضلا عن تيسير الدخول لوطنهم الثاني مصر الإشادة بما تقوم به مصر كان إقليميا ودوليا وأمميا وأعربت كريستين بيشيل متحدثة رسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين في مصر عن شكرها للقاهرة لفتح الحدود ومنح النازحين من السودان الحماية الدولية داعية جميع الدول المجاورة للسودان لفتح حدودها لاستقبال النازحين الباحثين عن الأمان والحماية الدولية هكذا تواصل مصر بذل أقصى جهودها لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مصاري الحل السلمي ودعمها الكامل للسودان الشقيق وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه ترجمة نانسي قنقر